تتوجه بعثة منتخب مصر الأول لكرة الطائرة للرجال إلى اليابان غداً للانتظام في معسكر تدربي حتى الأول من يوليو المقبل استعداداً لدورة التحدي والمقررة خلال الفترة من الأول حتى الثامن من يوليو بالصين أعلن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الإسباني فرناندو مونزوا القائمة الرسمية للمشاركة في دورة التحدي بالصين ومعسكر اليابان يأتي المعسكر في إطار استعدادات الفراعنة قبل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس تنطلق منافسات بطولة الفراعنة الدولية للجنباز الإقاعي في 28 من يونيو والجاري حتى 30 بإستاذ القاهرة الدولي يشارك في البطولة 250 لاعباً من 18 دولة حيث تعتبر سلسلة بطولات الفراعنة الدولية التي تنظمها مصر بجميع فروع الجنباز تعتبر واحدة من البطولات الدولية التي تحرص جميع الدول والمنتخبات على المشاركة بهذلك بعد نجاح النسخة الماضية من البطولة حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة واتحاد الكرة يوم الثامن عشر من أغسطس المقبل موعداً لنهاية الدولي الممتاز لهذا الموسم أعلنت رابطته عبر الصفحة الرسمية موعد آخر أربع جولات من عمر المسابقة فيما تبدأ منافسات الجولة الثامنة والعشرين يوم الخميس المقبل تقام ثلاث مباريات في اليوم الأول بين كل من الجونا ومودرن فيوتر في تمام الساعة الرابعة عصراً الإسماعيلي والمصري في تمام الساعة السابعة مساءً بجانب مباراة زد وطلائع الجيش في الساعة السابعة مساءً حجز منتخب فرنسا مكاناً له في دورة ستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا يورو الفين أربعة وعشرين رغم تعادله أمام نظيره البولندي بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات أنهى منتخب فرنسا مشواره في دور المجموعات بتواجده في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد خمس نقاط في حين اعتلت النمسا الصدارة برصيد ست نقاط عقب الفوز على هولندا بثلاثة أهداف مقابلة هدفين رغم خسارة هولندا إلا أنها حجزت مكاناً لها في دورة ستة عشر بعد حصولها على أربع نقاط جاءت ضمن أفضل أربع منتخبات تحت المركز الثالث اشتركوا في القناة